اشتركوا في القناة من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحبتي في الله أينما كنتم وحيثما حللتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته دنيا المؤمن في هذا الحدد سوف تتحدث عن الطفولة كيف لا واليوم العالمي للطفولة كيف لا واليوم الأطفال يأخذون إجازتهم يعني العطلة الصيفية أين يذهبون ماذا حضرت الشؤون الدينية من مدارس القرآن من مدارس القرآن إلى كذلك ماذا أحضروا إلى هذا الطفل أستضيف للمناقشة الموضوع الإمام والخطيب الشيخ إبراهيم خنفور أهلا بك أستاذي أهلا وسهلا ومرحبك أستاذ أحمد وبجميع المشاهدين الأكارم أيضا سوف يلتحق بعد قليل بداء القائد الكشفي الشيخ معيز العيد ننتظره الشيخ إبراهيم أو الأولاد نعمة وهبة الله إلينا ماذا قال القرآن في هذا الشأن على الكلام على الأطفال بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفاثره إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاءا من كل داء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه ثم أما بعد أيها المشاهدون الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهنيئا لكل أطفالنا بيومهم أو بعيدهم العالمي الأولاد هبة من الله ونعمة أنعم بها على الإنسان حيث يقول سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا هذه نعمة وهذه الهبة التي وهبها الله علينا علينا أن نحافظ عليها و جعلها الله تبارك وتعالى الأولاد جعلهم الله تبارك وتعالى زينة الحاضر وبهجته وأمل المستقبل وعدته حيث يقول المولى تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن المال والبنون ينفعوا أو ينفعان أصحابهما في الدنيا وفي الآخرة إذا أحسننا استغلال أولادنا واستغلال أموالنا فالإنسان لما ينفق أمواله في وجوه الخير وفي الصدقات وفي المبرات هذا سوف يعود عليه بالنفع دنيا وآخرة كذلك الأولاد إذا ربيناهم تربية حسنة وأعطيناهم كل الأشياء المباحة التي تعينهم على تقوية أسادهم وتقوية عقولهم ووجناهم الوجهة الصحيحة والتزموا هؤلاء الأولاد بطاعة الله أولا وبطاعة سيدنا رسول الله وبطاعة الوالدين وبحسن الخلق فإنهم سينفعون آباءهم كما قلت في الدنيا حيث يذكرونهم بكل خير ودائما الثناء والدعوات تأتيهم من غيرهم الله يرحم من ظناك الله يرحم من قراك الله يرحم من ربك وكذلك في الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أولد صالح يدعو له معناه إذا كان ربيت على الصلاة وعلى الطهر وعلى الاستقامة سوف يكون من الداعين لك يوم القيامة صحيح إمام قبل أن يتنا هناك سؤال في دني اليوم الأطفال رغم مقبلين على عطلة صيفية حوالي ثلاثة أشهر اليوم الأطفال رغم معرضين أيضا إلى الحبوب المهلوسة وأشياء أخرى ماذا أحضرتم كأئمة لهؤلاء الأطفال والله أفضل شيء أفضل ما يتلى وما يقال وخير ما ينفق فيه المال قراءة القرآن عند الناس كذارة وأئمة القياس ما كان أفضل من القرآن الكريم هو مش كان في الصيف الحقيقة المدارس رهي مفتوحة طوال العام طوال العام رهي للمساجد تقري لكن يزداد معناها الكثافة عن القراءة والكم معناها في فصل الصيف لأن الأولاد يتفرغون لقراءة القرآن نحن في مسجد بلال بن رباح وعلى غير المساجد الأخرى هي في الحقيقة كل المدارس القرآنية وكل مسجد رهي تقريبا رهي نفس السابق رهي تحتضن الأولاد نحن ندير برنامج معناها الأولاد من ست سنوات فما فوق كل رأو يأتي إلى المسجد ديرين ثلاثة صباحا معناها ثلاث سوايع من السابع إلى العاشراء معناها يقرؤون قراءة في الحقيقة هي بالمصحف وإن كنت لا أحبذ هذه الطريقة إلا أن الوقت معناها الجاءنا إلى هذه وكما نقول ما معالس الناس التي تكتب بالسم وإن كانت طريقة أخرى كاللوح بالمركير هذا كاسمه السابورة الذكية لأن لازمها من التعليم تعليم الرسم الرسم القرآني وما يتعلمش الإنسان الرسم إلا بالكتابة المشافهة أولا التلقي وهذا ما حدث من رب العزة إلى سيدنا جبريل سيدنا جبريل علم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا محمد علم الصحابة الكرام علموا الذين بعدهم حتى وصلنا القرآن كما هكا مشافهة لأنه لما يقول لك وآقيموا الصلاة الصلاة على حسب الحرف يمكنك تكتبوها الصلاة عادي لكن لما نجول الرسم القرآن يوجدها فيها واو وفيها ليف عبارة عن صلوات عبارة عن صلوات لكن من يقول لنا نحن نرى وشي هذا كتبكي محكا هو الإمام أو الطالب اللي قرر يقول رايها يتتقريكي محكا تتتقريكي محكا تتتقريكي محكا ولكن رسما جهة واو جهة كذا كذلك الحياة كذلك حميم الحروف المقطعة أليف لا ميم مثلا ألم نشرح يقول لك هذه ألم نشرح عادية تتقريه عادية لكن الأخرى أليف لا ميم تتقريه هكذا من هو يقول لك الشي هذا وين لكن تعتمد على نفسك وعلى المصحف لا تضل معناها مشوار كلمات ما تقدش تقرأها ما تقدش تقرأ ولاقي صحيح وما تقدش تقرأ اسمها هذي أليف لا ميم أليف لا ميم كاف يا عيصان إلى آخر لا بد من المشافة الطالب هو يقول لك هاي كيفاش تتقريه ومن بعد يقول لك هاي كيفاش الكتابة التاحة هكذا بش الإنسان وهذا كما قلت راه ما هوش حاجة جديدة هو الله سبحانه وعلى لقى سيدنا جبريل بطريقة هذه وسيدنا جبريل لقى لنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بتسرع في القراءة قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بينه بعد الطالب يبين كيف تولي حاجة فيها رسم ولا فيها كذا ولا في كذا هاي علاجتك أنا واحد المرة سألني واحد أستاذ في الحقيقة من الأستاذة تعال الثانوية قال لي والليلي ما فيها شلام صحيح اي قلت لما فيها شي قال هاني قلت لك ما فيها شي اللهم معناها هي الظاهر أنها كنا كتبوا كتبوا بالله واللا أي لي بالصحي ما فيها شي اللهم ما فيها شي والليلي نعم 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 هذا رسما حتى حب يبحث على السبب قلت لها هذا رسم ما فيها رسم القرآن هكذا أنزل وهكذا كتبه الأوائل رأي يقعد كما هك لا يتغير منه شي نعم وهذا دليل على حفظ القرآن محفوظ كونجي كتاب غير محفوظ أنا اللي جي صحح اللي جي صحح اللي يبدأ يسألني نعم صحح حتى يخرجوه على طريق لكن تبقى كما هك ساعة حاجة تلقاه محذوفة تبقى محذوفة وحدة ثابتة تلقاه ثابتة وهكذا نعم اليوم ربما بعد الأطفال ما يتأثر مدى تأثير الأولاد على أبويهم سواء كان الأمر بالزينة كما تقرى القرآن أو فتنة نعم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم المرحلة الأولاد هذهم أراهم قرة أعين آبائهم لكن في المقابل كان أولاد سمحهم الله وهداهم الله معناها يجنن خرجوهم من المقصود بحيث الأب مسقين معناها تلقاه يوفر لهذا الطفل كل ما عنده بل يسلف بل يروح يجيب من أجل بش ما يخص أولاده لكن الأولاد تلقاه منحرفون أو هنا شوفوا ناس هاي في أولاد معناها أولاد عائلات وتلقى هالمهلوسات وتلقى هالناس الضمين الناس مش مخصوصة مال تلقى يتاجر معناها يشري فيها الحوائج هذي وين هالسموم هذي وين دليل على أن كين بعض الأولاد معناها والأبا فرطوا في الدلال في الدلال تلقى أولادهم لكن في الحقيقة بعد ما يجنوا إلا الدمار والخذلان والخسارة الكاملة والتباب ولذلك أنا أنصح لازم الأب يأخذ بيد من حديد خاصة في هذا الزمان يأخذ بيد من حديد وما يتسهلش وموش حد شيء يفوت لأن الناس اللي راه تورطت واللي جربت الشي هذا حتى الأولاد يقول لك تورطت أصبح مدمن لأن يأخذ الحبة لو لا الحبة ثانية يصبح مدمن لولا يغروه يقول لها هاك بليش هاك ذوق يديه الفضور يبدأ يذوقه لو كان ما يوليش الأبا في وقتنا اليوم معناها متيقظ إلى أولادي ديما أولادها أحذع إما في المدرسة إما رأوا في البيت إما رأوا معها في المسجد حتى رايح للسوق والله حاجة يديهم معاه ديما يرقب فيهم منهم أصحابهم منهم أذك هل الناس خالطوا فيهم ناس معناها اللي باس بهم معناها والله ناس أكرمكم الله معناها ما أعدهم لا قيمة قاد يبيعوا في الأشياء هذه وضروا في الناس معناها لابد يكون متيقظ موش حتى يقع الفأس في الرأس ومن بعد يقول يا ويلتا ويخرج له معناها أولاد منحرف والله لو كان يجمع ما يجمع هذا الأب لو كان يجمع من الأموال ما يجمع ويجيه واحد طفل خارج على الطريق وعاق ومنحرف يكره حياته الكل ولذلك ما تديش العاطفة ما تديش العاطفة ولازم يبقى للأب هذا في اتصال دائما مع أبنائه لأن أحسن مشروع باش قدمها للأب إلى أبنائه هي التربية الحسنة باش ينتفع بها في الدنيا يولي طفل ما شاء الله طفل معناها عنده قيمة عنده عنده احترام وفي المقابل وينفع في الآخرة كما أسلفنا منذ قليل أو ولد صالح يدعو له شكرا إمام التحق بنا القائد الكشفي شيخ عزدي معيزة مرحبا بك أستاذ مرحبا بك أستاذ شكرا على هذه الإستاذافة من قناة التحرير للحديث على الموضوع خاص بيالتربية والأطفال في يوم العالمي للطفول سعيد جدا بتواجدي مع الأستاذ الشيخ الفاض الشيخ إبراهيم صلى الله و جال حول الطفل وحوله من ناحية الزاوية الدينية لكن قبل أن أذهب إليك أذهب إلى سعيد سحرا ويقول إنما الأمم أخلاق إنهم ذهبت أخلاق وهم ذهبوا شكرا لك أيها الشيخ على هذه نصيحة شكرا لك أعود لشيخ عز الدين أول مرحبا بك أستاذ وبك أكثر أستاذنا شيخ عز الدين اليوم أطفالنا اليوم العالمي خارجين إلى جهنم يعني ماذا أعددت وأنتم كفوش كشافة إلى هؤلاء الأطفال اليوم الحبوب المهلوسة المعرض لكل شي حوالي ثلاثة أشهر عطلة الطفل تفضل إليك الخط بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة ربما الأطفال اليوم كما قلت يعني يواجهون خطر دهم يعني لا نريد أن نتنازل عن يعني تحديد المصطلح هتكي نقوله خطر دهم يعني خطر دهم فعلا فيجب تضافر جميع الجهود للحد منه للحد منه والحماية أطفالنا بالدرجة الأولى ربما في أوقات سابقة في زمان سابقة ربما كيكون نحن أطفال والله حتى قبلنا الجيل اللي قبلنا كانت أحد الأمور مهيش متوفرة وكي كانت الأمور هذه مهيش متوفرة وكأنها كانت كافية خيرها شرحة يعني أحيانا عدم توفر الأشياء عنده الجانب السلبي منتاع الحرمان ولكن عنده جانب آخر إيجابي يخليك أنك عايش في حدود معينة الحدود هذه كانت تساعد الولي مثلا على تربية الطفل مثلا في عصر سابق كانت تلفزيون يعني يفتح في وقت معين فبالتالي كان وقت آخر بميكانيكا الضغط أنت تتحك فيه تتحك فيه اليوم أنت ما تتحكم فيه ليه لأنه كان وسائل أخرى فاقت التلفزيون خطورة ووسائل التواصل هذي وين اليوم الأولاد يلعبوا خصوصا الألعاب هذه الإلكترونية يعني ما نشعر فينا يعني المشكلة أنه الأطفال هم الذين يعرفون سرها أكثر من كبار الكبير يوعد أصبح أمي قدامها الوسائل فبالتالي وجب الحيطة والحذر من الجميع إحنا ربما كطرف طرف مساهم يعني الكشف بحركة الكشفية عموما حتى في قانونها في دستورها العالمي يقولك هي حركة تطوعية كشفية تساهم يعني تساهم في تربية الفتية والشباب ما هي شي تربي يعني باش نتفاهم وكاسعات القائد وشبههم ذركم وش متربي لأ الأصل في التربية هي الأسرة الأسرة والمدرسة لأنه هذومين اللي يبقى فيهم الطفل جدل أكثر وقت يعني باش نكونوا متفاهمين مع بعضنا يعني هذومين اللي يبقى فيهم الطفل أكثر الوقت العاتق على زوز هذومين الأسرة بالدرجة الأولى ثم المدرسة بالدرجة ثم تأتي باقي المحيط الأخر يدخل في طار المحيط اللي هي الكشافة مثلا بعض الجمعيات تاع الطفولة بعض النواد الرياضية دور شباب أيضا دور شباب المسجد المسجد أيضا له ركيزة أيضا حتى هو في المحيط تاع الطفل اللي يجاه هذي كامل لازم تتظافر مع بعضها باش تساهم تساهم في تربية الطفل احنا اليوم الولد ولا الوالد نقولوله تدخل لولدك يقولك ولدي وش بشدلولها ونقولوله نحن يرى نهتمه بجانب التربية والتسكوين تاع الطفل من خلال استهداف الطفل بمجموعة من الأنشطة والبرامج يعني الأشياء يتلقها عبر مجموعة من البرامج والأنشطة هذي أنا تنمي له جانب معرفي وجانب مهاري فيه كان أشياء تاع مهارة يزيد فيها مهارة وكان أشياء أخرى خاصة بالمعرفة ولكن بطريقة الكشفة يعني مش بالطريقة المدرسية ولا بطريقة المسجد ولا بشيء أخر يعني طريقة خاصة بطريقة يسموها طريقة الكشفية يعني طريقة خاصة بالكشف بالنسبة للأنشطة ربما يعني حتى تعبير جهنم يعني في السخانة يعني اليام هذه السخونة يعني تخلي تخلي طبيعة الأنشطة تحد شوية بالرغم من ذلك أنه الكثير من الأفواج اليوم رأي مسطرة برامج أنا أنا أتكلم بصفتي كعضو في المنظمة أو المحافظة الولائية للكشفة الإسلامية الجزائرية يعني مسؤول عندي فوج وفي نفس الوقت أنا مسؤول ولائي خاص بالشباب اللي يسموها الكشف المتقدم اللي هو الفطرة أنا في المحافظة الولائية المسؤول على هذا القسم لدينا إن شاء الله برمجنانهم في المدة الأخيرة إن شاء الله مسابقة في السباحة ويعدهم نهائي خاص في مسابقة ثقافية مسابقة ثقافية يعني كانت تمت في شهر رمضان وما زال النهائي نستنى إن شاء الله بيكملوا بعض الطلبة الأعزاء انتحانات شهد التعليم المتوسط إن شاء الله البيان وبعدها إن شاء الله يتفرغوا إن شاء الله ونديروا المقابلة النهائية بالنسبة للمحافظة عموما خاص الكثير من البرامج من بينها مثلا في شهر جوان إن شاء الله رح يكون منتداء خاص بالألعاب في الحديقة متاع الجامعة الغابة المقابلة الجامعة هذه كوين هذه كوين رحين يدروا فيها يوم خاص بالألعاب الألعاب الكشفية وحتى الألعاب يعني الرياضية وكين قسم الإعلام رح ينظم دورها في مهارات التصوير ومهارات الفوتوشوب والشي هالي وينها لتنمية مهارات الفتية وبعض الأفواج تنظم يعني بعض الخارجات الخلاوية أو بعض الخارجات المسابح يروحوا للسباحة لأنه للمسبح حسب أسمعت أنه اليوم المسابح انتلقت المسابح وراح تفتح إن شاء الله وإن شاء الله تكون خير حتى تستقطب مجموعة من الشباب لبما أقاطعك قليلا أستاذ قبل أن أنذهب إلى الشيخ إبراهيم ذكرت عدة نقاط ذكرت عدة أشياء وأردت أن أسهل ولكن دونتها قلتم تساهمون في إخراء الطفل ماذا سهمتم الآن أنت الأشياء التي قتلي معناها كأنكم خاصين بأطفالتكم لكن هل أقطبتم هؤلاء أطفال سوف يخرجون اليوم من عطلة صيفية هي أكيد دائما هل فتحتم يوم مفتوحا للكشاف نعم منذ أيام فقط منذ أيام قبل واحد جوان يوم 27 ماي هو العيد الوطني الذي كشف نعم عيدنا الوطني مر يوم الجمعة الماضية فبالتالي كانت فيه كثير من الفعاليات المنفسات مثلا نحن فوجنا في حي الأصنام عملنا حفلتين حفلتين خاصة بالألعاب السحرية والمهرج هذه كانت حفلتين لفائدة الأطفال هذه الحفلات والألنشطة أكيد حتى الأطفال المهمش مخارطين في الكشافة راح تجذبهم وتخليهم يستقبوا لأن العطلة مش كما الدراسة الدراسة ممكن حتى الوقت تاع المدرسة وقت ضيق جدا ومع فترة وجود شيء متغير جديد دخل منذ سنوات خلى الفتية التعيدنا ما يهتموش كثيرا من العائلات ما تهتموش كثيرا بالجانب الترفيه اللي هو الجانب الدعم 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 يعني فعلا إنسان يعني إذا ستنزف الطفل في 16 ساعة بين الدراسة وبين دعم ما عاش بشي يبقى لها وقت بشي ولكن في الصيف ديما تكون فترة أفضل لأنه الدعوم تتوقف خصوصا بالنسبة للسنوات اللي مهيش نهائية كما للسنوات الأخرى العادية فبالتالي الفترة يحس الآن بفراغ يعني في الصيف كما قلت يلقوا فراغ كبير بإمكان ينظم الكشافة ولا ينظم حتى الجمعيات قرآنية يعود يتعلم يحفظ القرآن ولا ينظم حتى بعض النوادي الرياضية لأنه أصبح عنده متسع من الوقت والحاجة اللي تخوف الولدين هي أنه مثلا تأثر هذه الأشياء خرط في كشافة ولا في جمعية ولا في نادي رياضي أفضل من الفراغ لأن الفراغ هو يعني الخطير جدا سأعود إليك بعد قليل الشيخ عز الدين ونشكر عليك على الإطراء الجميل الشيخ إبراهيم يعني أشار إلى كلمة جميلة لقائد العز الدين وهو أن يقال أن الولي الأمر يعني يحبذ ابنه يقرأ في المدرسة أكثر من مدرسة قرآنية يعني نجده في الشتاء لا يريد أن يدخله إلى مدرسة قرآنية اليوم الصيف كان يقرأ شدوه على الأخطار شدوه ماذا تقولون الأستاذي في هذا الأمر والله هذا بلح ما نشاهده في واقعنا وهذه من الأخطاء هو المفروض القرآن عمر مكان عائق وعمر مكان معناها باش يتخلف نجده حتى المتفوقون طلب المتفوقون كلهم راهم فتح الله عليهم القرآن وتلقاهم يحفظ القرآن أكبر معدل في البكالوريا تلقا حافظ القرآن عمر مكان القرآن عائق واللي يحفظ القرآن مش عارف قداش مليون كلمة وقداش معناها مفردة وقداش ولا أقول كل حرب هذا هذا عبقري هذا هل هذا يتخلف نهل يتخلف وش معناها القرآن وما أدراكم ومتشابهات القرآن وألفاظ القرآن ومعاني القرآن وكل شيء في القرآن كل شيء إذا كان عطاها ربي أولا القراءة هذه استفاء من الله تبارك وتعالى نعم أن ربي قال ثم أورثنا الكتاب الذين استفعنا من عباده ما نهروا استلقى الواحد يدخلوا يدخلوا أولادهم للمدرسة لكن ما يعفظوش أنا واحد المرة كنت مع واحد الشيخ وجاب لواحد ولده شافة تفرص فيه لقاها مشتعة قرآن صحيح قال لها ولدكرة وبالفعل هل تحصل لقاو دي خلا سيد أهو جاهب نية خلا شد مع الدر شدو شدو مع قال لها النية معناها جايبة في الأخير كي شاف أقرانه معناها حافظين القرآن وديرين حفل واو وهو مكاحت شيء كي قال لها قال لأنت أولا جيت ابنية أنك أنت مش نية تحفظ القرآن صحيح القرآن هذا مش سهل معناها والله مية كي سبوه ويشربوه ثم بعد ذلك قال لأتكم بكري كاي لزيار ناس كل تعرف هالزير قال لأتكم زير في الحوش قال لأ وفيه القطران قال لها قال لأ وديرو في العسل قال لأ ما جيش يزير فيه القطران ويحطو فيه ما يحطوش في العسل قال لأ كذلك ربي روما يحطش العسل في جلد ولدك لم قطر وذا عصلت عربي هالقرآن نعم روما ما جيش في جلد وروا كل واحد يقرأ على نياتي والدي كان عندهم عشق في القرآن في حفظ القرآن أراه ونحن نعرف وحدة زولية معنا هجالة ومعدها حد شيء لكن دائما حبا ولدها يحفظ القرآن حريص على حده وقد أرغبت ونحن نعام ويشجع وقرأ وحفظ القرآن واسبح من أجل الطلبة وكذلك فهمت وتجد أخر يذهب إلى الجامعة حتى يصرح البكر يقول لأ أتشد وقال لي واحد المر قال لي لا تسرح على العشرة تشد حتى الأثنائج أو يلعب لا تشد لا يمكن هذا التحدي على الشارع ولذلك القرآن ما هوش حاجة بسيطة وما هوش حاجة رأيي اللي يجيبش يقراه إلا من اختاره الله تبارك وتعالى وكما قلت عمره مكاين عائق أرجع للنقطة هذي وين عمرها ما كانت الناس تقرأ في القرآن وتقرأ في جميع العلوم بل بالعكس العلوم دخرة كلها تسهل وش تساوي الجغرافيا والتاريخ والمتشابهات القرآن والقساوة على الألفات القرآن ومع ذلك يحفظها على الظهر قل بشكيد ندرس تاريخ ولا طلع بشي يقول دفلان طلع ماذا كذا فتح كذا وقل كذا نعم فيه وكفة هذي نعم صحيح نعم القرآن وصح نعم أعود إلى القائد عجدين اليوم عجدين هل فتاتهم يعني فروع أخرى أنت اليوم مسؤول على حي الأصنام ومشاء الله حي الأصنام ممكن للشباب بتح لكن فروع أخرى مثلا في حي النزلة في حي هل هناك فروع؟ لا كان الأفواج كلها تقريبا غالبية الأحياء فيها أفواج اليوم مثلا القائد منير قائد هو المحافظة الولئي راح يفسدهم في فوج في الطالب العربي مثلا اليوم فوج جديد المج황 ربما رسالة لحق rooftops الآن هو اليوم من أهل نزلة الأحياءية هي Nov.. يخيقي الأحياء ولكن المجال هى القدس القدس في الشرقي اشتركوا في القناة 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 ربما رأنا 22 بلدية متواجدين فيها كان أفواج متعثرة مرت فترة تعثر وكان أفواج في أوجر نشاط انتاح وكان بلديات مثلا فيها أكثر حتى من فوجين ثلاثة وكان أفواج فيها فوج واحد نشطة وهو مغطي كل شيء كما مثلا بلدية تلمقرن مثلا فيها فوج واحد اسمه السعادة يعني فوج الله يبارك عليه في حي آخر من أحيا بلدي المقرن كان فوج آخر اسمها بللاء في بللاء عدهم فوج ولكن باقي الأحيال أخرى مثلا في المقرن كتقول للمناء عاي كتقول لك ولكن هذي تطلب يعني إحنا كيف أقول لك شرحتك كيفاش تتأسس الأفواج يعني منيش نيع نروح من الأصنام بش نروح ننشط في المناء عاو ولا نروح ننشط في ذليلاء ولا نروح ننشط في العضل لا هذه لازم الناس الشبيبة تاع العضل تاع ذي كونا يأسسوا فوج كشفي وإحنا كيكشف أولئيا نروح ونسان دوهم ونشرفوا عليه هذا ما أردت وقاله هو أرد ما يكون المتابع يعني إذن رسالة ربما لأولياء وإله أولئك الوجوه الخيرة لأصحاب كما قال القائد عجل الدين يعني اتصلوا بالمحافظة قوموا بإجراء يعني فوج كشفية أخرى وليما لا نعم ماذا بينا إحنا بالعكس ماذا بينا إحنا اليوم ما رأنا عدنا قريبة 52 فوش ماذا بينا نكونوا 100 ما شاء الله إذا كان الواد تستاهل 100 والعمل التاعنا يستاهل 100 فوش يكون في الواد في 100 فوش ندروا 100 فوش إن شاء الله كلمة أخيرة سيد إبراهيم خفور إلا أولئك الأولياء إلى الأطفال عطلة صيفية قادمة أقول كما قال الشيخ عزدي ربما باب جهنم خطير جدا خطر إلى أطفال رسالة موجهة إلى أطفال النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراء صحيح الفراء خضر وآفة إذا كان تركناه خاصة بالنسبة للأولاد وخاصة في الظروف هذه وفي الواقع الذي نعيشوه وفي الشارع اللي راهوا ما يرحمش لابد من متابعة جدية من طرف الأباء لأبنائهم حتى معناها يكونوا على نعم الأولاد الرامو والريحين صحيح في من يتبعوا صحيح ما هو تفكيرهم لأن ساعات واحد عدنا تفكير مادي يقول يشوفي واحد يقول له الموت وهذا كيفية جابعة بمئتين مليون صحيح طفر صغير احنا بكري احنا فتنا نقرف الثانوية ما عندناش يالفرنك صحيح ما عندناش الدراهم ومنعرفوش الدراهم بالرغم عايشين في السوق وعايشين نعرفو المعناها مشينا حتى زواء صحيح صحيح ما عندناش ومنعرفوش الدراهم أصلا صحيح معناها تول طفل يبدي تحل فيك على متين مليون تحل بشيش لسكنة بثلاث ملاير صحيح طفل صغير معناها صحيح معناها إذا كان هذا التفكير وكثير من الآباء عارفين ذرهم صحيح ولده ركب في سيارة طفل صغير ركب في سيارة طفل صغير ركب في سيارة برمدي ما عندناش سيارة فخمة وغرينها بها هاها روح وصل هذا الشي هذا وين وهزوا كذا صحيح ولما يقع كما قلنا الفأس في الراس واللي يقول لك تمنى ولدي خطيه ولدي رو مغرر به وهو قاعد انت ولدك من نجي فيها الدرهم وش يخدم ولدك حتى نجي فيها الدرهم هذي وين مالا لابد من متابعة وما انغطوش عين الشمس بالغربال كما يقال صحيح لابد بيش نحافظوا على اولادنا المتابعة ذك خاصة في الدرهم اذا كان شفت الطفل يجي في الدرهم ويجي في المطوات يجي في الذاكة لازمك تتسائل من اين لك هذا نعم نعم ولذلك حتى بيش نخرج لذاك لابد من المراقبة التامة المراقبة التامة هذي ماش بشي رقبها مثل امام ولا رقبها اللي يقري في القرآن ولا الكشاف ولا ذاك هذي بشي رقبها الاب بشي قال ولده مني الشي هذا اللي حد نعم وربي يهدي شعب شكرا استاذ الشيخ ابراهيم امام وخطيب مسجد بلا ورباح الى القائد العزيز القائد العز الدين معازه رسالة ونصيحة الى اولياء الامور وربما ايضا نصيحة الى اولئك الفروع اولئك المناطق التي لا توجد فيها فروع ان شاء الله نصيحة في البداية الاولياء الامور يعني كما نقولوا انتم يعني عليكم معاتق المسئولية الاولى بالدرجة الاولى يعني عليكم تراقبوا اولادكم عليكم تهتموا بهم عليكم تصادقوهم تصادقوهم يعني تصاحبوهم يعني وتخووهم يعني حتى بشي يعني تبقى تسهل عليكم مراقبتهم بالنسبة للأفواج ولا الاحيال ما فيها شي افواج كشفية نقولوا بالله العمل الكشفي هو عمل جمعوي تطوعي تطوعي يعني فبالتالي اي حي ولا اي مجموعة في بلدية عدهم الرغبة في انشاء فوج كشفي ما عليهم غير الاتصال بنا في المحافظة البيئية للكشافة الاسلامية الجزائرية كما قلت المقر التاحرة ومتواجد في السوق احلى جامع النخلة قابل مقابل جمعنا في مقر البلدية القادمة ان شاء الله يجونا فهم يتصلوا بنا ونعطوهم الاجراءات ونعطوهم كل الدعم والمساندة من اجل الانشاة على الفوج والسهر على تنمية العضوية الكشفية بوابنا دائما مفتوحة للجميع شكرا لكم على هذه الاستضافة شكرا لك الأستاذ عز الدين معيزة قائد وكشافة الفوج الفيضي الورتداني في الحي الاصطنام في الأخير وصلنا للختام ما علي الا ان اشكر الامام الخطيب بلال ورباح أستاذ ابراهيم خفوغ شكرا لك أستاذي شكرا لك عز الدين كما قال الأستاذ الشيخ ابراهيم مراقبة تامة للأطفال وكما قال القائد الكشفي الشيخ عز الدين مصادقة الأولاد حتى تتنسنى استسهيل عملية مراقبة الأطفال دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك 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 شكرا لك